اليوم اسمعت من الأخبار أنه هناك من يقول وهو خبر لحد الأعلم يتأكد أن السيد الصدر يدعو السيد السستاني لإقامة انتخابات مبكرة يعني لحد هذا اللحظة لم يتم تأكيد مثل هذه المسألة وتعرف يعني الأخبار المؤكدة هي دائما تأتي يا أما من يعني الخبر غير مؤكد نحن الأخبار ناخذها أما من وزير القائد أو محمد صالح العراقي هذه النافذتين هي هذه النافذة الرسمية التي بالنتيجة لا يمكن أن نتحدث عنها اليوم يعني إذا نبني فرضية على أساس صحة هذه المعلومة إذا كانت هذه المعلومة صحيحة فأعتقد أن اليوم الوضع في العراق يحتاج إلى تدخل حقيقي من السيد السستاني وأيضا من بعض السيد السستاني نعم لماذا يعني بنتيجة السيد السستاني دائما هو صمام الأمان بالنسبة للإشكاليات السيد السستاني قلنا فأنا مو رجل سياس السيد السستاني تدخل برة بقصة داعش لأن العراق كاد أن يسقط أنتهم يقولهم أنت دولة وأنت حكومة وعدكم ميزانية وعدكم برلمان لا يتدخل بهذه القصة الآن ما الحاجة إذا سمحت لي سيد العزيز يعني مثلا حكومة السيد عادل عبد بعد التظاهرات التي حدثت وعملية القم المؤلمة التي مورسة ضد المتظاهرين وذهب ضحيتها أكثر من ثمانية مواطن عراقي والكثير من المصابين يعني أرقام قد تصل إلى ثلاثين ألف مصاب وجريح بهذه التظاهرات يعني كانت تدخل السيد السستاني تدخلا إيجابيا لو لا تدخل السيد السستاني لما استقالت حكومة السيد العادل عبد المهدي ولما توقفت عملية القمع التي مورسة ضد المواطنين وضد المتظاهرين وكادت أن تسبب بانتكاسة كبيرة ربما يعني الآن أستاذ ملاحف إذا سمحت لي إذا نبني فرضيا إذا كانت هذه المعلومة صحيحة فأنا القراءة أعتقد أن الوضع اليوم في العراق في ظل الأجواء سواء كانت السياسية المجتمعية المدنية كلها بالنتيجة تشير إلى أن الوضع في العراق هو وضع غير معلوم ذاهب إلى المجهول الأمور قد تكون صعبة جدا في الأيام القادمة وتحدثنا اليوم هناك خلاف على أعلى المستويات اليوم في إدارة الدولة داخل الإطار التنسيقي وبالتالي الخشية من تحول هذه الخلافات إلى صراع داخلي أو إلى عملية اقتتال داخلي وهذا لا نتمنى حتى الوصول إليه بالتالي من هذا الباب أقول إذا صحت هذه الفرضية لحد هذه اللحظة أقول الموضوع غير لم يتم تأكيده أيضا لم يتم نفيه لأنه بالنتيجة تسريبة قد لا تكون صحيحة ولا تحتاج إلى النفي لكن واقع الحال يقول أن سيد صدر هو لحد هذه اللحظة بعيد عن المشهد السياسي بعيد عن العملية السياسية والتاري الصدري أيضا هو بعيد عن العملية السياسية وتعرف حتى الإيقاف الأخير الذي قاب به السيد صدر على المؤسسات المدنية والاعتكاف إلى الكهف أعتقد أن ينتهي مع نهاية شهر رمضان في عيد الأضحى بعد عيد الأضحى ربما قد تكون هناك بعض الخطوات التي قد يقوم بها السيد صدر أو التاري الصدري ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة